النشر الرئيسي من الفضائية التشادية أهلا وسهلا بكم افتتح صباح اليوم وزير العدل المكلف بحقوق الإنسان البروفيسير أحمد محمد حسن أعمال الورشة التقييمية للمصادقة على سياسات الأقصام القضائية التي تنفذ من قبل مشروع دعم العدالة في تشاد عبداللهار يعتبر مبدأ استغلال القضاء من الضمانات الأساسية للمحكمة وعلى حاز الأساس جعت المرحلة الثانية من مشروع دعم العدالة في تشاد وذلك للمصادقة على سياسات الأقصام القضائية وعليه فقد تحدث منسق المشروع ستوم إلى أهمية الورشة والعمل على تطوير قوائل سلوك المحن القضائية التي من واجبها النظر في القضايا التي تأقذ طابعا قضائيا أما بدورها سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد دينيزا إليني أشادت بدور القضاة الكاديين وقالت إن توفير العمن القضائي لا يأتي إلا بتأهيل القضاة وتحقيق البيئة الملائمة التي تبنى على النزحة والاستقامة القضائية بالإضافة إلى تحقيق العدل بين مكونات المجتمع وزير العدل المكلب بهقوق الإنسان البروفيسير أحمد محمد حسن أثنى على الخبراء الفنيين والماليين ألا دعمهم المتواصل لتنفيذ المشاريع القضائية وأكد خلال الورشة سيناقش المشاركون سبل تطوير قوائل سلوك القضاء وتطبيقها على أرض الواقع وما تحتويه من حقوق وواجبات واحترام حقوق الإنسان يذكر بأن مشروع دعم الأدالة في تشاد يعمل على التنفيذ العديد من العنشطة الحادفة ورفع القضاءات القضائية وتطبيق القوانين المعمول بها وإلى أعمال ورشة المراقبة حول مشروع اتفاقية التعاون في مجال الخدمات الجوية بين تشاد وفرنسا والتي نظمتها هيئة الطيران المدني بحضور الوفد الفرنسي أحمد ياسين إن العلاقات التشادية الفرنسية علاقات متينة منذ قديم الزمان لذا تشهد تطورا في شتى المجالات سيما تبادل الخبرات في مجال الطيران المدني والملاحة الجوية هذه الورشة التفاكرية حول مشروع اتفاقية التعاون الخدمي بين تشاد وفرنسا لتطوير الملاحة الجوية والنقل والشحن الجوية وتحديث القوانين السابقة لتواكب المستجدات المستحدثة في مجال خدمات الطيران المدنية حيث تناقش الورشة قوانين الملاحة الجوية وقوانين الضرائب والتصريح التي تمنح للمؤسسات ووكالة السفر والنقل الجوي نتقل في العقورة كل الكلوز دول على قصة سيكوريتي عايريين سيكوريتي عايريين كل ذلك الكنكيرانس لذلك العقورة يكون عقور مودرن ويسهد الشركات نجل المراتشات وفرنسا يستقل في العقورة يسهد المراتشات وفرنسا من جانبه رئيس الوفد الفرنسي تناول عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأن الخطوط الجوية الفرنسية تعتبر جسرا جويا يربط بين شات وفرنسا لتسهيل حركة التباذل التجاري وتنشيط السياحة وتقديم خدمات أخرى لصالح الشعبين الفرنسي والشادية ونشير بأن هذه الاتفاقية المبرمة بين البلاد وفرنسا مضى عليها 54 عاما منذ عام 1963 وحتى عام 2017 كما افتتحت أعمال الورشة الوطنية للمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للحملة ضد تغير المناخ في شات والتي نظمتها وزارة البيئة والصيد حيث ترأست فعاليات افتتاح الورشة الأمينة العام نائبة بوزارة البيئة سعدي عثمان بحضور عدد من المهتمين بمجال البيئة وشركاء البلاد وإلى جانب ممثل الاتحاد الأوروبي بشات عز الدين الأمينة إن المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للحملة ضد التغير المناخي في شات تأتي في الوقت الذي اختتمت فيه الحكومة وشركائها الفنيين والماليين والتقنيين إجراءة وضع دراسة تمويل الخطة الوطنية للتلمية في الفترة من العام 2017 إلى العام 2021 والتي يتضمن الجزء الرابع منها تحسين حياة السكان مع تركيز الأولوية للرعاة والمنزارعين منسق مشروع بارسات النشط في المجال البيئي أبا بني لدى مداخلاته خلال أعمال الورشة قال إن من أثار التغير المناخي هو هجرة الشباب من الريف إلى المدن إزاء المجاعة وسوء التغذية وتعرية التربة ما يفقدها الخصوبة اللازمة وقد واجهت المجتمعات المحلية على مدى عقود عديدة تدهورا متسارعا في الأراضي والموارد الطبيعية التي تشكل رأس مالها الأساسي وقال إن وزارة البيئة عليها الاعتماد على السياسة الجديدة المتعلقة بالحقائق البيئية وأن القيادين والمزارعين والمجتمع عموما يلعبون دورا بارزا في مجال مكافحة التغير المناخي مدير القسم السياسي ومندوب الاتحاد الأوروبي بشات ويم شارل كينز قال إن هدف الاتحاد الأوروبي هو مساعدة البلدان الأفريقية للتغلب على التغير المناخي وذكر بأن مؤتمر باريس حول التغير المناخي أوصى بقرارات هامة من شأنها الحد من ظاهرة التغير المناخي ونوها بالخطوات التي قطعتها شاد في هذا المجال بفضل مجهود القطاعات المعنية والخبراء الأمينة العامة النائبة بوزارة البيئة وصيد سعدي عثمان دابالد كلمتها الافتتاحية لأعمال الورشة أعربت عن عميق امتنانها للشركاء والمنظمات الغير الحكومية التي مولت الأعمال الفنية والزراعية والرعوية وإدارة الموارد الطبيعية من أجل مكافحة التغير المناخي وقالت إن الهدف من المصادقة على الاستراتيجية الوطنية هو توجيه المبادرات السياسية والمؤسسية والفنية والمالية من أجل التصدي لهذه الظاهرة الكونية هذا وتستمر فعاليات هذه الورشة لمدة يومين يعكف من خلالها المشاركين على استكمال كافة تفاصيل المتعلقة كما وصلنا هذا الخبر الأليم حيث تم تشييع جثمان الفقيد بشارة شريف دوسة بمقمرة لماجي وسط حضور عدد كبير من أهالي وأصدقاء الفقيد عباس أبكر هقد هي الحياة توفي الفقيد بشارة شريف دوسة بالدولة تونس العربية وذلك إثر مرض قصير ألم به ولم يمهله الحياة وكان من موالد مدينة إيريبا البالغ من العمر واحد وستون عاما حيث بدأ مراحله التعليمية بمدينة إيريبا وبيلتين وواصل دراسته الجامعية بدولة ألمانيا وأقبل رجوعه إلى البلاد شاغل عدة مناصب في الدولة أبرزها وزارة المالية والاقتصاد حيث استطاء تسيير الوزارة بصورة جيدة في حينه أثناء مراسم التأبين فقد شهد له الأصدقاء بأنه رجل يتعامل مع الجميع أعضل مدينة إيريبا و Bran منا يجب أن يلاحظن لأطلاق سيقوه فقط أعطي على مرسارة جانب لعباء البحث أنه يجب أن يكون محفظين والعباء في الوصف ولكن يجب أن يكون هذا الوصف يكون حقاً تماماً فقط يُبقى أن يكون جميع الوصف لأنه يكون جميع بعض الفاني وفي العظيمات وفي المحفظة المعافظة بكيس وفي شاهرة يتحدث في الوصف وفي الشيء يتطلب الإمتقارة وفي الشيء يكون حقاً وبعد أداء صلاة الجنازة شجع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقبرة إلى ماجي وذلك بحضور عدد من الأصدقاء والأقرباء إنا لله وإنا إليه راجعون وبهذا الخبر الأليم ننهي النشر لهذا المساء تقبلوا مني تحياتي وتحيات فريق غرفة الأخبار في أمان الله